بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين لما خرج سيدنا موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب بعد حادثة مقتل القبطي خطأا التي وقع فيها موسى خطأا عليه السلام وذهب بعد كده سيدنا موسى إلى مدين وجد هناك جماع من الناس يسقون أغنامهم ووجد امرأتين بعيدتين عن الناس يحاولان أن يبعد أغنامهما عن مزاحمة هؤلاء الرجال لا يسقيان حتى ينتهي الناس من سقي أغنامهم لأنهما لا يريدان مزاحمة الناس في سقيا مواشيهم وأباهما شيخ كبير لا يستطيع سقي الغنم فسقى لهما سيدنا موسى لما لأ الموقف كده فبشجاعة الرجل المؤمن والمروءة التي تكون فيه يعني انطلق سيدنا موسى عليه السلام فسقى لهما عليه السلام ولم ينتظر منهما أجرا إنما أراد بفعلته ذلك أو فعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى ثم بعد ذلك بعد أن سقى لهما انصرف سيدنا موسى عليه السلام إلى ظل شجرة عظيمة وارفة ليستضل بها من حر الظهيرة وكان قد أدركه عليه السلام الجوع والتعب الشديدان فناجى ربه سبحانه وتعالى متضرعا إليه داعيا وقال في جملة جامعة للشكر والثناء والطلب كنتم بيطلب بلسان حاله عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير والمعنى إنه عليه السلام رجع إلى المولى سبحانه وتعالى ودع ربه سبحانه وتعالى مفتقرا متضرعا إليه ويقول لمولاه بما معنى كلام سيدنا موسى إني لما عودتني يا مولاي من جميل إحسانك على الدوام فقير إلى شفقتك ونظرك إلي بعين الرعاية والعناية فردني إليك وحقق لي الآمال فإنك أنت الله الغني وأنا عبدك الفقير إليك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير من جواهر معاني هذا الدعاء إنه بيصني على الله تعالى ويسأله سبحانه وتعالى من الخير الخير كلمة جامعة لكل ما يلائم الإنسان وينتفع به الإنسان سواء كان شيء مدي أو كان شيء معنوي فسأل سيدنا موسى ربه سبحانه وتعالى أن يطعمه في ذلك الوقت وإنه يمنع لي من فضله وإنه يعطيه من واسع فضله ورحمته وذلك لأن سيدنا موسى عليه السلام كان في ذلك الوقت بعد الرحلة الطويلة اللي مشي فيها سيدنا موسى من مصر إلى مدين بلا طعام وبلا زاد وبلا أي شيء إلى أن وصل إلى مدين كان عليه من أو كان جائعا متعبا وكان لم يذوق الطعام منذ أيام لأنه خرج فجأة من مصر فسأل الله تعالى أن يفيض عليه من الخير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ومن لطائف جواهر معاني دعاء نبي الله موسى عليه السلام إنه ناجى مولاه واستعمل كلمة ربي فاختار سيدنا موسى عليه السلام صفة الربوبية في دعائه لأن الرب هو المتولي شؤون عباده بالتربية والرعاية والحماية والرزق والعطاية لأنه الرب وأورد بعض الأهل التفسير عند تفسير هذه الآية الكريمة قول ابن عطاء في بيان حال سيدنا موسى عليه السلام وهو في حال المناجاد ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فابن عطاء يقول نظر من العبودية إلى الربوبية وتكلم بلسان الافتقار يعني فناجى ربه يا رب أنا عبد ضعيف فقير وأنت رب قوي غني وأنا يا مولاي مفتقر بحالي فهو بيسأل ربنا بالحال وسؤال الحال أبلغ من السؤال بلسان المقال لأنه ربما لو طلبت وعينت أشياء معينة في الدعاء في بعض المواقف وليس في كل المواقف ربما لا تصيب كل ما تحتاج إليه فسألت الله بلسان حالك إني لما أنزلت إليه من خير فقير فشكى إلى ربه حاله في هذا الدعاء وترى كده الأمر للمولى سبحانه وتعالى والشكوى إليه جل جلاله لا تنافي الصبر الجميل لأنك مش بتشكي العبد زي زيك ومخلوق زي زيك بل أنت في الحالة دي تم إنه إعراضك أو إعراض العبد عن الشكوى إلى الغير جملة يعني وجعل الشكوى إليه سبحانه وتعالى وحده ده من الصبر هو ده الصبر والله تعالى بيمتحن ويبتلي عباده ليسمع شكوى العباد وتضرع العباد ومناجات العباد ودعاء العباد للمولى سبحانه وتعالى وقد قيل ليس في الشكوى إلى المحبوب نقص رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير من جواهر معاني هذا الدعاء المبارك أن الله تعالى كما يحب من الداعي اللي بيدعو المولى كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ونعمه العامة والخاصة فإنه سبحانه وتعالى يحب مننا أن نتوسل إليه بضعفنا وعجزنا وفقرنا وعدم قدرتنا على تحصيل أي مصالح ولا دفع أي نوع من الأضرار عن أنفسنا إلا بالله تعالى يبقى أنا تحققت في هذا الحل في مقام العبودية عشان كده هو نظر من العبودية إلى أو من الألوهية إلى الربوبية تحقق في مقام العبودية وسأل المولى سبحانه وتعالى ولأسان حاله بيقول يا الله أنا متجرد حتى من كل ما يمكن أن يكون مظهر من مظاهر القوة أنا أستأسد به لا ده أنا مفتقر دائم الافتقار إلى عطائك وهذا الحال من إظهار التضرع والمسكن والافتقار لله عز وجل وقلب العبد يعلم أنه عبد فقير إلى الله مهما كان عنده مهما كان لديه من قوة ومن سلطان ومن عطاء ومن فتوح هو عبد وهذا عطاء الله له ولكنه دائما مفتقر إلى عطاء مولاه مفتقر إلى رحمته وكلنا كذلك الحالة دي بتجعل الدعاء مجاب ولذلك سأل سيدنا موسى عليه السلام بلسان حاله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ومن محاسن دعاء سيدنا موسى عليه السلام كما قال بعض الصالحين والعارفين إنه من علامة المعرفة معرفة الله تعالى لما بتوصل لحال عالبة من المعرفة الحقيقية بتسعى وبتاخذ بلا الأسباب لكن تعلم أن الأسباب ليس لها قوة بذاتها وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وأوجدها وجعلها تعمل بمشيئته وقدرته أما بتوصل في حال المعرفة العالية هذه لا تسأل حوائجك قلت هذه الحوائج أو كثرت صغرت أم عظمت لا تسألها إلا من الله تعالى مثل ما فعل سيدنا موسى عليه السلام فإنه لما اشتق إلى رؤية مولاه قال ربي أرني أنظر إليك ولما احتاج إلى الخير والفضل العميم قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وعشان كده لم يكد لم يكد سيدنا موسى عليه السلام ينتهي من مناجاته لربه حتى جاء الفرق ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما قال تعالى عقب هذا الدعاء المبارك قال الله تعالى عقبها فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا هو يدوبك خلص الدعاء من هنا فكانت الإجابة على طول فكانت استجابة الله له بأن ألهم سيدنا شعيب ألهم المولى سبحانه وتعالى سيدنا شعيب عليه السلام أن يرسل وراءه يعني يبعث واحدة من البنتين عشان تدعوه إلى بيته فينزله عنده ضيفا كريما ويكرمه ومش كمان كده ويزوجه بنته فكان الفرج وسرعة الإجابة لهذا الدعاء كما أفادت ذلك فاء التعقيم في قوله فجاءت إحداهما هو دعا الله سبحانه وتعالى وبعد كده ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته الفاء هنا تشير إلى السرعة والسرعة الإجابة وسيدنا موسى عليه السلام كان دائم الذكر والدعاء في وقت رخاءه في وقت الشدائد اللي مر بيها فلما جات وقت الشدائد هو ملازم لباب الدعاء في حال الرخاء وفي حال الشدة وده من دواعي إجابة الدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذا الدعاء المبارك يقال من أجل طلب الخير وإحنا قلنا أن الكلمة الخير كلمة جامعة لكل أنواع الخير المدي والمعنوي كلام قليل بمعاني عظيمة يقال من أجل طلب الخير واستنزال النعم سواء في ذلك طلب الرزق أو زيادة الرزق أو الزواج أو الخير عموما ماديا أو معنويا ونختم بأنه قد كان من هدي النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أمته سؤال الله من فضله الواسع طلبا للحلال وبيرولنا هذه الرواية سيدنا علي رضي الله عنه فعن علي أن مكاتبا جاءه المكاتب يعني واحد عبد اتفق مع سيده على أنه حيسدد له مبلغ معين فهو بعد كده يطلق صراحه ويحرر فهذا المكاتب راح كتب ولم يستطع السداد هذا المبلغ حتى يعطقه سيده فرح لسيدنا علي فقال إني قد عجست عن مكاتبتي فأعني يعني أنا ما قدرتش أسدد هذا المبلغ فأعتق أعني بقى بالمال أو أعني بدعوة أو أعني بشفاعة فسيدنا علي رضي الله عنه قال ألا أعلمك كلمات علمني هن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك هعلمك كلمات انت تقولها اتعلمتها من سدن رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان معك أو عليك دين أد الجبل ده يعينك الله على قضاء دينك ويسر لك ويفتح لك الأبواب فقال الإمام علي رضي الله عنه قل أي قل أيها الرجل السائل هذا الدعاء الكريم الذي علمني إياه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اكفني بحلالك عن حرامك و أغنني بفضلك عمن سواك اللهم آمين